موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الإخبارية من قناة الإخبار المغربية انفانت كاتخ ونستهلها بهذا العرض الإخباري استقبل رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين السيد تيودورو لوكسين الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التفاصيل في تقرير ولد حمد علوي استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين السيد تيودورو لوكسين الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين ونوها الجانبان خلال هذا اللقاء بالدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الفلبينية والتي تكرست بافتتاح صفارة للفلبين بالمغرب كما عبرت طرفان عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار فرص التبادل التي يوفرها التموقع الجغرافي للبلدين وبهذه المناسبة أيضا تم خلال حفل أقيم أمس بالرباط تشين صفارة الفلبين بالمغرب بحضور وزير شؤون الخارجية الفلبين تيودورو لوكسين وسفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد يازو نتابع تم خلال حفل أقيم بالرباط تشين صفارة الفلبين وذلك بحضور وزير شؤون الخارجية الفلبيني تيودور لوكسين وسفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة شؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد يازوغ وقال السيد لوكسين إن التشين الرسمي لصفارة الفلبين بالرباط هو التزام يعكس الرغبة القوية للبلدين لتعزيز التعاون الثنائي وأضاف أن افتتاح التمثيلية الدبلوماسية للفلبين بالرباط سيمكن البلدين من استكشاف مختلف فرص التعاون الممكنة وتعزيز المبادلات الثنائية بما في ذلك تبادل الخبرات والمهارات ومن جهته أكد السيد يازوغ أن تدشين صفارة الفلبين بالرباط سيعطي نفسا جديدا وسيضفي دينامية جديدة على العلاقات الثنائية التي تعود لسنوات وأكد أن المغرب فخور بهذا التدشين الذي يشكل بالنسبة للمملكة لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين الطرفين معربا لسيد لوكسين ولسفير الفلبين بالمغرب عن استعداد المملكة للعمل جميعا لتحقيق الأفضل في العلاقات الثنائية وفي لقاء صحفي مشترك آخر مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا أعربت الفلبين أمس عن دعمها القوي لسيادة المغرب ووحدته الترابية وصفة مخططة الحكم الذاتي بأنه أساس متين لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية نتابع التقرير التالي إثر الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين المغرب والفلبين وخلال لقاء مشترك مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج جاء السيد ناصر بوريطا أعرب وزير شؤون الخارجية الفلبيني السيد تيودور لوكسين عن دعم بلاده القوي لسيادة المغرب ووحدته الترابية فيما يتعلق بملف الصحراء فبلادنا لا تخفي دعمها القوي لسيادة المغرب ووحدته الترابية كما إننا نعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة أساس متين لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية وأشاد رئيس الدبلوماسية الفلبينية أيضا بالمناسبة بنموذج التنموه الجديد الذي اعتمدته المملكة والقائم على مقاربة متقدمة شاملة ومتكاملة ومن جهته أكد وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب والفلبين سينسقان فيما بينهما للدفاع عن وحدتهم الترابية ومحاربة الجماعات الانفصالية والإرهابية أينما وجدت محاربة الانفصال ودعم الوحدة الترابية عنصر أساسي التي يخصي المجموعة الدولية اليوم تتعبأ له ونفس الأمر المغرب يتعامل مع هذه القضايا الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لكل دول بما في ذلك دولة الفلبين من حقها أنها تدافع على وحدتها الترابية وكان السيدان بوريطا ولوكسين قد رأسا في وقت سابق اليوم الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين المغرب والفلبين حيث تم التوقيع على اتفاقية حول تطوير الخدمات الجوية ومذكرتين تفاهم تهمان على التوالي تعزيز التشاور السياسي وتنسيق التكوين الأكاديمي وعلى سعيد آخر طلع وفد إسباني يقوم بزيارة لجهة العيون السقي الحمراء على المؤهلات الثقافية والطابعية والاقتصادية التي يسخر بها إقليم طرفاية وشكلت محمية عيلة المحطة الأولى ضمن برنامج هذه الزيارة المنظمة بمبادرة من مركز السقي الحمراء للدراسات والأبحاث وجمعية مورسيا للطلح حيث تعرف الوفد عن قرب على ما تسخر به هذه المحمية الطبعية ويضم هذا الوفد الذي يرافقه القنصر العام للمملكة المغربية في مورسيا بسيدي محمد بيد الله أنطونيو فراي سانشيز مؤرخ وأستاذ جامع بجامعة مورسيا ومصور ومصمم وصحفي بالراديو الجهوي لمورسيا وخلال رقاء مع عامل إقليم الطرفاية تم استعراض مختلف المؤهلات التي يسخر بها إقليم طرفاية ومحفزات وفرص الاستثمار في قطاعات الصيد البحري وسياحة إلى جانب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يتم إنجازها في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة الريحية والشمسية في خبر آخر قام رئيس والحكومة سيد عزيز أخنوش انطلاقا من جماعة سيد عبد الله بإقليم رحامنا بإعطاء الانطلاقة لمشروعين مندمجين للفلاحات التضامنية يهمان إقليمي رحامنا وقرعة سراغنا ويهدف هذان المشروعان إلى إعطاء دينامية جديدة لسلسلة الصبار وتحسين وتنويع دخل المستفيدين إضافة إلى تطوير ريادة الأعمال لدى الشباب التفاصيل في تقرير عبد لاطف بن طالب مشروعان مندمجان للفلاحات التضامنية يهمان إقليمي الرحامنا وقرعة سراغنا أعطى انطلاقتهما رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بجامعة سيد عبد الله مشروعان يهدفان إلى إعطاء دينامية جديدة لسلسلة الصبار بغرس أصناف جديدة مقاومة للحشرة القرموزية تقدر تكلفة المشروعين بـ 70 مليون درهم من شأنهما تحسين وتنويع دخل المستفيدين عبر إدماج سلاسل نباتية وحيوانية تتكيف مع الظروف المناخية المحلية إضافة إلى تطوير ريادة الأعمال لدى الشباب اليوم تغرسات يعني أعطت انطلاقة لـ 3000 أكتار هنا يعني في الإقليم ديال الرحمنا باش تغرس الهندية وتكون في ظروفين صحية وكذلك هذه انطلاقة باش يكون مشروع وطني بحيث إن شاء الله هذه 18 ألف أكتار والعشرين ألف أكتار اللي غا تكون هات السنة وغا تمشي السرنة وغا تمشي سيديفني من المشاريع أيضا توزيع خلايا النحل وإنشاء وحدتين لإنتاج الشعير مع إحداث ثلاث التعاونيات مشاريع موجه لفائدة ما يقارب ألفين مستفيد على مستوى الإقليمين وستمكن من خلق قيمة مضافة تقدر بـ 114 مليون درهم دوليا أعلنت المملكة المتحدة أمس الخميس تعليق تبادل وتقاسم المعلومات الضاربية مع روسيا وبيلا روسيا وذلك في إطار العقوبات المفروضة على البلدين على خلفية الصراع مع أوكرانيا تقرير حمزة الخضر المملكة المتحدة تعلن تعليق التعاون الضاربي مع روسيا وقالت في بيان إن هذا الإعلان سيضمن عدم تزويد نظام بوتين بمعلومات قد تؤدي إلى زيادة الإرادات أو عائدات الضرائب لروسيا الحكومة البريطانية أوضحت أن هذا الإجراء يمثل أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها السلطات البريطانية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني وكانت بريطانيا قد فرضت تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35% على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية وحضرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد هذا الإعلان يأتي لينضاف إلى العقوبات التي فرضتها دول غربية أخرى على روسيا منذ بدء صراعها مع أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وضمن تداعية الأزمة الروسية الأوكرانية وفي وقت يترقب في المستثمرون نتيجة محادثات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا صعدت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة أمس بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع نتابع الأسهم الأوروبية تصعد بعد رفع الفائدة الأمريكية في انتظار نتيجة المحادثات بين موسكو وكييف المؤشر ستوك ستمائة الأوروبي أغلق مرتفعا بنسبة 0.5% ليقلص إلى حد ما الخسائر التي تكبدها في الفترة الماضية بسبب الصراع في أوكرانيا وقادت أسهم السلع المكاسب في أوروبا حيث ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.2% بعد أن قفزت أسعار النفط الخام بنسبة 8% بفعل نقص الإمدادات المتوقع في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا كما صعد مؤشر التعدين بـ 0.7% حيث استمرت أسعار النحاس والألومنيوم في بورسة شانغاي في الاستفادة من انتعاش الآمال بشأن اتخاذ الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم المزيد من الإجراءات التحفيزية اقتصاديا مشاهدين ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 8% يوم أمس لتواصل سلسلة من التقلبات اليومية إذ انتعاشت السوق بعد عدة أيام من الخسائر مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا إثر العملية العسكرية التي تقودها موسكو في أوكرانيا نتابع التقرير التالي وسط تحذيرات من نقص الإمدادات الروسية أسعار النفط تسجل ارتفاعا بـ 8% وزادت العقود الآجلة لخام برينت القياسي 8.62$ أو بـ 8.79$ لتبلغ عند التسوية 106$ للبرميل فاصل 64$ وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020 وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7$ 9.64$ أو بـ 8% فاصل 35$ إلى 100$ للبرميل عند التسوية فاصل 98$ وفي الجلسات الثماني الأخيرة وصل سعر برميل النفط إلى 139$ في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98$ في أقل مستوى تداول له أي بفارق يزيد عن 40$ هذه التقلبات تأتي بعد حظر عدة دول شراء النفط الروسي لمعاقبة موسكو على خلفية صراعها مع أوكرانيا قبل نحو ثلاثة أسابيع وعلى سعيد آخر قالت شركة تويوتا أنها تعتزم خفض إنتاجها العالمي من السيارات في أبريل بـ 150 ألف وحدة إلى 750 ألف وحدة نظر الاستمرار النقص في أشباه الموصلات وجائحة كورونا التي تؤثر على خطط إنتاج الشركة نتابع التقرير التالي بنسبة قدرها 17% تويوتا تعتزم خفض إنتاجها العالمي في أبريل المقبل وذلك على خلفية النقص المتواصل في أشباه الموصلات وتداعيات جائحة كوفيد 19% الشركة أوضحت أن متوسط الإنتاج العالمي الشهري للفترة من أبريل حتى يونيو سيبلغ حوالي 800 ألف وحدة مضيفة أن الإنتاج العالمي للشركة سيقل بنسبة 10% في ماي و 5% في يونيو مقارنة بتقديرات سابقة أجريت في بداية العام هذا الإعلان جاء بعد أسبوع تقريبا من تصريح الشركة أنها ستقلص إنتاجها المحلي بما يصل إلى 20% خلال أبريل وماي ويونيو لتخفيف الضغط على الموردين الذين يواجهون نقصا في الرقائق وأجزاء أخرى نعود الآن إلى المغرب وتحديدا إلى البلدة الصغيرة مدج التي التي تقع بنواحي إقليم بني ملال والتي عادت مرة أخرى لترتدي الرداء الأبيض وتدخل البهج على سكان هذه القرية التي تقع على بعد 30 كيلومتر من مدينة بني ملال فقد استيقظ هذه استيقظت هذه القرية الصغيرة على تساقطات ثلجية أنعشت آمال الفلاحين واستبشرت معها ساكنة هذه المنطقة الجبلية خيرا فهذه الثلوج ستساهم لا محالة فإن عاش النشاط الاقتصادي والسياحي بهذه المنطقة نهاية نشرة المنتصف مشاهدين تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني m24tv.ma